اشتركوا في القناة من أنبل أشهر وأجدع اللي مخافش أن نقدم شهاده وحنا عارفين مين اللي قدره يعني هو كان طالع يقول الشهادة الحق اللي لازمه لها فاحنا بعد كل هذي التضحيات والتقدمات ما نقومش نلبس مربوط شعرنا أي انكلام بس نلزل ونقول على الأقل انا كفنانين موضودين في هذه التظاهرة ده أقل واجده على أي فنان والله العظيم من 20 سنة انا ما جيتش المعارجان إنما السنة دي حسيت من وجبي إني لازم عاجبها البيس بوكين نمكين بعشر دعائم مباما دي شايفة الوضع الحالي خانه السينما هو دايما في الأسوأ وشايفة أي شايفة ياخد فترة دائم والله ما حدش بقدر يعني يتنبأ إلا الجديد اللي جاي لكن كلنا نتأمل إنه بعد غفوة تقريبا استمرت سنة ونصف نتوقع الغفوة دي إذا خلاص نتحد به إلا تعالى ثم ونزاحت ونرجع تاني بقى نرجع نبني وكأنك يعني رجعت المثلاً عشر سنين لواقع نحنا محتاجين دلوقتي نشاط ونهمة تعادل تلاتة ضعاف ومتنزة معنا بس حمد الله مع الأنور السكرة وسلح يبقى فيها ايه توري العرش الفنانين والمثقفين المقرود يقوموا بيفتكم في وسط كل ما يعني تؤتي من قوة إنك تكوني حضرة في محافل في مهرجانات إنك تكوني تقولي كلمة حق بإنك تتود على الساحة الفنية وما تبخليش بخل على جمهورك على جمهورك وعلى محبينك ده غلط كان ممكن من زمان ما ما نحضرش مهرجانات بس دلوقتي ما ينفعش ايه تبخلتك حالطريقة فترة كاية عندي إن شاء الله فيلم وعندي مسلسلين واحد منهم مع العظيم الزعيم سيد عاد الإمام بدور ضيفة شرف ومسلسلتان حين اسمه وين اسم صاحب السعادة اللي هو مع الزعيم إن شاء الله حلقتين يعني مش حاجة كبيرة بس أنا سعيدة جدا لأنه ده عاد الإمام في النهائة يعني حلقتين وإن شاء الله عادية تتتمل كمير أشكري جدا أشكري جدا أشكري جدا أشكري جدا أشكري جدا أشكري جدا